مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب ما هي معايير مصدقية كتاب؟ أو ما هي الأشياء التي تثبت صدق كتاب أو تثبت زيف كتاب آخر؟ يعني كيف نفرق بين كتاب صادق وكتاب محرف؟ واحدة من أهم المبادئ هي أن الكتاب الصادق كتاب موضوعي يسجل لنا الأحداث كما هي دون أن يجمل فيها أو يغير منها شيئا فهو لا يجمل الحقائق ولا يجمل الأشخاص مهما كانت مكانتهم بل يكتب كل ما حدث كما حدث فعلا يذكر نقاط القوة كما يذكر نقاط الضعف في الأشخاص يذكر إيمانهم كما يذكر أيضا سقطاتهم وخطاياهم وهذا ما فعله الكتاب المقدس عندما سجل لنا بالوحي المقدس حياة رجال الله على مر العصور سجل لنا إيمانهم وكيف أنه بهذا الإيمان استطاعوا أن يتمموا مشيئة الله في حياتهم وفي حياة من كانوا يخدمون لكنه أيضا سجل لنا لحظات ضعفهم وسقطاتهم المختلفة كما سجل لنا أيضا توبتهم ورجوعهم إلى الرب الكتاب المقدس لا يمكن أبدا أن يعيبه أنه سجل لنا ضعفات وخطايا الأنبياء لكن هذا موضوع حلقة اليوم هو لماذا سجل الكتاب المقدس خطايا الأنبياء أليس من الأفضل أن الكتاب المقدس كان يسجل فقط حياتهم وإيمانهم وما تمموه أو فعلوه بالإيمان دون أن يتطرق لضعفاتهم ولخطاياهم أليس من الأفضل أن الكتاب المقدس يكون سجل لنا حياة موسى كلها دون أن يسكن لنا ضعف واحد من موسى حتى يكون موسى قدوة لنا ولا لآخرين هذه الأسئلة وغيرها هي نقطة اتهام يوجهها الإخوة المسلمين إلى الكتاب المقدس فهم يرون أن الكتاب المقدس عندما يسجل لنا ضعفات الأنبياء فهو بهذا يفضحهم وبهذا ينتفي منه صفة القداسة هل هذا هو فعلا؟ وهل هذا الإدعاء حقيقي أم أنه إفتراء والدعاء كازم؟ ماذا يقول الإدعاء؟ يقول صاحب السيف الحميدي في كتاب إظهار الحق ما نرى من نبي ذكر في الكتاب المقدس من نوح إلى المسيح إلا ويكون فاسقا أو كافرا أو كاذبا أو زانيا أو من أولاد الزنا طبعا هذا الاتهام ينم عن جهل شديد لكاتب هذه الكلمات فأستطيع أن أقول وأجزم من على هذا المنبر أن كاتب هذه الكلمات لا يفقه شيئا ولا يعلم شيئا عن الكتاب المقدس هو يكتب بصفة المطلق وهو يكتب على أن كل أنبياء الكتاب المقدس من نوح إلى المسيح كانوا فاسقين أو كفرا أو كاذبين أو زنا وهذا اتهام باطل ينم عن جهل وعن كراهية شديدة بالكتاب المقدس وكل من يقول هذه الكلمات أو يرددها إنما يردد جهلا ويردد أيضا كرها للكتاب ولا يفقه شيئا عن الكتاب المقدس نكمل أعاذنا الله من أمثال هذه الاعتقادات الفاسدة في حق أنبياء الله الكرام وقال إني أتبرأ من اعتقادها بالقلب واللسان وأستغفر الله العظيم وليس نقلها إلا كنقل كلمات الكفر ونقل الكفر ليس بكفر وهذه الكلمات هي يرددها المسلمين كالبغبغانات دون فهم ودون وعي ودون دراسة حقيقية للكتاب المقدس دون نسمع أول فيديو ونرجع نعلق عليه إن الكتاب المقدس الذي يؤمن المسيحي إن الكتاب الموحى به من الله ينسب للأنبياء والرسل الفواحش والذنوب وكبائر المعاصي التي نادرا ما يقع فيها أفجر الناس زي كده على طول إن الأنبياء في الكتاب المقدس الكتاب المقدس ينسب لهم الفجور والمعاصي وحتى الكبائر التي يقع فيها أفجر الناس علي جمعة أجاب على هذا السؤال بطريقة مختلفة تخلينا نسمع الفيديو رقم اثنين للدكتورة علي جمعة فأسأل حالك هل بالفعل هناك أخطاء لبعض الأنبياء ولا تنافض مع إجابة السؤال الأول ولكن أريد أن نفنت في هذا الأمر أبدا ليس كل اللي حضرتك ذكرته موجود فيه من كان سابقا أوكي خلوا بالك هنا سويني يعني كل ما ذكرته من خطايا الأنبياء الأنبياء كان مسكور فيما إيه فيما كتب سابقا هو يأصد التوراة والإنجيل يأصد في كتب يأصد في كتب أهل الكتاب جالنا واحد بقى من البدو بدوي بعد ستمائة سنة يصحح التاريخ خلينا نسمع سابقا وجاء القرآن مهيمنا عليه ونفى عن هؤلاء الأكابر مثل هذه القزورات لا أيوب زن بولاده أو أولا سوري أيوب ما زناش بولاده ما عندناش هذه القصة في الكتاب المقدس جبتاها منين بتألف سيادتك ولا بتختارع من دماغك يعني أنا مش هقول الألهولي أبو داود في ودني لكن لكن جابها منين غالبا بيألف كم ولا لوط زن ببناته ولا مش عارف مين شرب الخمر الغاية ما سكر وبعدين مش عارف ايه ولا ليه 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 ما حصلش الكلام ده أصلا فالكلام دا ما هوش موجود الكلام دا من أساطير الوضاعين لا عايز أقولك أنه ما فيش نبي حصلت معها أي حاجة كل الأنبياء محفوظة دا من أساطير يعني هو على طول راح اتهم الكتاب واتهم العهد الأديم واتهم حياة الأنبياء كلها بأنها مجرد أساطير أساطير طيب نحن نكمل ردنا أول حاجة لابد أن نتحدث عنها هي مفهوم العصمة مفهوم العصمة العصمة في المفهوم المسيحي هي عصمة النص المكتوب بالوحي الإله الشوحة تاني العصمة هي النص عصمة النص المكتوب بالوحي الإله فموسى كتب لي التوراة هذا هو النص الموحى به من الله هذه هي العصمة هذا هو النص المعصوم العصمة لا تشمل حياة الأنبياء وأفعالهم الخاصة بمعنى إيه بمعنى موسى لما يروح البيت ويلاقي الصفورة مش عاملاله أكل كويس ومثلا يقول لها أي حاجة اللي قاله موسى السفورة والمراته ده مش وحي ده مش معصوم ده حياته الخاصة لكن ما سجله الكتاب هو الوحي هو المعصوم موسى تقابل مع فلان وتقابل مع علان موسى عمل الأمر الفلاني هذا ليس عصمة حياة الأنبياء الخاصة ليست هي العصمة العصمة هو النص المكتوب أو الرسالة التي نطق بها على لسان الرب لشعبه الله أوحب الرسالة وأوحب من خلال روح القدوس وحافظ هذه الرسالة حتى نطق بها النبي أو سجلها كنص مكتوب يعني فيه أنبياء تنبأوا ولم يكتبوا زي مثلا أليشع أو إلي هؤلاء كانوا أنبياء لرب لكنهم لم يكتبوا نصا أو سفرا النهاردة في الكتاب مؤدس اسمه سفر أليشع أو سفر إلي لكن ما أعلنوا للشعب وما نطقوه باسم الرب إلنا وما قالوا أيضا للشعب هكذا قال الرب هذا هو الرسالة المعصومة الرسالة المعصومة كلام الأنبياء الذي قاله لهم الرب وإعلانه للشعب سواء هذا الإعلان كان شفهي أو مكتوب هو فقط المعصوم نحن لا ننادي بعسمة أشخاص وفي العسمة في الكتاب المقدس أو في المفهوم المسيحي ليست عسمة أشخاص إنما هي عسمة الرسالة سواء إذا أعلنت شفهيا أو إذا سجلت في نص هذا هو مفهوم العسمة طيب أجي إلى نقطة أخرى من هو النبي؟ هنتكلم عن الأنبياء وهنتكلم عن خطايا الأنبياء فمن الأفضل لنا في البداية إن إحنا نعرف من هو النبي لكن أبل أن أقدم تعريف الكتاب المقدس لمن هو النبي خلونا نسمع الفيديو رقم ثلاثة في تعريفه للنبي ونقف عند نقاط معينة فيه أغلب النصارى يؤمنون أن النبي هو الذي يتكلم نيابة عن الله عز وجل أغلب النصارى يعني يعني نصهم مثلا ما تقول كل النصارى يعني نص النصارى ربع النصارى والبقين ما بيؤمنوش بكده كمل عز وجل وهو الذي يبلغ كلام الله أو رسالة الله للشعب أو للناس يبقى النبي هو الذي ينوب عن الله وهو الذي يبلغ الناس برسالة الله أتفق معاك 100% نكمل جزء والكثير جدا من النصارى يؤمنون أن الشرط الوحيد الذي يجب أن ينطبق على النبي هو أن يتنبأ جبتها منين دي؟ ده من تأليفك ده حضرتك بتألف قاعد كده وبتألف مين اللي قالك أنه الشرط الوحيد الشرط الوحيد للنبي أنه يكون نبي أنه يتنبأ عن المستقبل جبتها منين؟ جزء من رسالته قد يكون وقد يحتوي على نبوات مستقبلية لكن ليس كل نبي في الكتاب المعدس تكلم عن نبوات مستقبلية وليس تعريف النبي في الكتاب المقدس إنه من يتنبأ عن المستقبل جبتها منين دي؟ كم بمعنى أن يتكلم بالغيب الذي لا يستطيع أن يعلمه إلا عن طريق الوحي وهذا الشرط في الغالب لا يمكن تحقيقه على كل أنبياء ورسل الكتاب المقدس طيب ما هو لما أوقات بنألف بنألف وبنألف كتير للأسف طيب نيجي من هو النبي؟ في تعريف الكتاب المعدس من هو النبي؟ النبي هو شخص متكلم نيابة عن شخص آخر وإذا طبقناها هنا النبي هو شخص متكلم نيابة عن الله الله يقول له كلاما هو يأخذ هذا الكلام ويقول للشعب وهنا يوجد فرق ما بين النبي والكاهن النبي يأخذ من الله إلى الناس يأخذ من أعلى ويوصل للناس إلى أسفل الكاهن يأخذ الناس بخطاياهم وبمشاكلهم وبحياتهم ويرفع هؤلاء إلى الله فالنبي هو شخص متكلم نيابة عن شخص آخر جبت منين التعريف ده التعريف ده مبني على أكتر من نص كتابي أكتر من نص كتابي نيرى كده لما الرب دعى موسى في سفر الخروج وفي أصحاح أربعة وموسى قعد يعتذر للرب مرة يقول له طب أقول لهم اسمك إيه مرة يقول له طب أنا يعني ابعت شخص آخر مالا يقول له أنا سقي لللسان يقول الكتاب فحمى غضب الرب على موسى وقال أليس هارون اللاوي أخاك أنا أعلم أنه هو يتكلم وأيضا ها هو خارج لاستقبالك فحينما يراك يفرح بقلبه فتكلمه يبقى موسى هيعمل إيه موسى هيكلم هارون فتكلمه وتضع الكلمات في فمه يعني أنت تقول له يقول إيه وأنا أكون مع فمك ومع فمه يعني أنا هكون معك وهضمن الكلام اللي أنت هتوصله لي كما أيضا هضمن الكلام أنه وصله صح لما يجي هو ينطقه يتكلمه يتكلمه صح وأعلمكما ماذا تصنعان وهو يكلم الشعب عنك وهو يكون لك فما وأنت تكون له إلها هنا مفهوم النبوة أن موسى بيقول لرب أنا سقي لي لسانه ما أقدرش أتكلم قدام الشعب فالرب قال له خلاص الرسالة بتاعتك كلماتك اللي أنا حطيتها على فمك وصلها لهارون وهارون هيتكلم نيابة عنك فأنت تكون كالرب بالنسبة لهارون وهارون يكون فمك المتكلم نيابة عنك وده فكرة النبوة أنه شخص متكلم نيابة عن شخص آخر والنص الآخر أيضا اللي بيوضح كده فقال الرب لموسى أنظر أنا كنت جعلتك إلها لفرعون وهارون أخوك يكون نبيك هنا مفهوم النبي ليس زي ما بيقول لك أنه واحدة من شروط النبي أنه يا تنبي لا 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 النبي في تعريفه في الكتاب المؤدس هو من يتكلم بلسان شخص آخر وأخوك يكون نبيك أنت تتكلم بكل مأمرك وهارون أخوك يكلم فرعون ليطلق بني إسرائيل من أرضه فيش هنا فكرة المستقبل دي ولا تنبؤات المستقبلية لكن فيها فكرة أنه شخص ينوب عن شخص شخص يحمل رسالة شخص آخر ويتكلم بها فقال الرب لي لا تقول أني ولد ده هنا أرمية لما الرب دعاه إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به النبوة هنا أنك تروح وتتكلم بكل الكلام اللي أنا أقول لك عليه الأنبياء الكذبة لا يتكلمون بكلام الله الأنبياء الكذبة هكذا قال رب الجنود لا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنبؤوا لنكم فأنهم يجعلونكم باطلا يتكلمون برؤية قلبهم لا عن فم الرب هذا فرق كبير ما بين النبي الكذب وما بين النبي الحقيقي أن النبي الحقيقي يتكلم عن فم الرب النبي الكذب يتكلم بنفسه اللي ببطنه اللي بفكره ليست كلمات كلمات الرب ده تعريف النبوة النبي هو شخص يتكلم نيابة عن الرب قد قد تتضمن رسالته نبوات مستقبلية لكن ليس هذا هو الشرط الأساسي كما أفتى صاحبنا طيب أوصاف النبي يقال عنه في الكتاب المعدس هو رجل الله The man of God زي موسى زي سامويل زي إليا زي إليشا كوي كل هؤلاء رجال الله يقال أيضا عنهم عبيد الرب الرب قال عن الأنبياء عبيد الأنبياء My servant اللي بيخدموني اللي بينوبوا عني اللي بيوصلوا الرسالة للشعب يقال عنهم أيضا أنهم رسل الرب ملاك الرب أنا زي أرسل ملاكي قدامك أنا متكلم في ميخا متكلم عن إرسالية يحنى المعمدان فهم رسل 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 الرب أجي لنوطة مهمة النبي الحقيقي والنبي المزايف كيف يمكننا أن نميز بين النبي الحقيقي والنبي المزايف ما هو مش كل من يأتي ويقول لي هكذا قال الرب يبقى هكذا قال الرب وليس كل من يأتي ويقول أنا عندي رسالة من الله يبقى هو جاي من عند الله كويس كلنا أخذنا الفيديو بتاع نشأة الذي ادعى النبوة وضحكنا وكلنا كنا عارفين بدواخلنا أنه نبي مزايف كيف نفرق بين النبي الحقيقي والنبي المزايف أقول بعض الحاجات المهمة هل يوجد نبي مزايف؟ بالتأكيد يوجد أنبياء مزايفين كثيرين وممكن يضلوا كثيرين وممكن يخدعوا ملايين من البشر شوف هنا القصة دي في سفر الملوك الأول أصحاح 22 ثم قال ياهوشفاط كان هقرأ لكم النص وبعدين أقول لكم القصة وراء ثم قال ياهوشفاط لملك إسرائيل ملك إسرائيل كان رايح يحارب فراح قال ليهوشفاط ملك يوزي تعالى معي علشان إيه؟ نطلع مع بعض الحرب وتكون النصرة لنا احنا الاتنين فكان موجود في ذلك الوقت أنبياء كثيرين أو ادعوا نبوة كثيرين من الأنبياء اللي كانوا في صف ملك إسرائيل وعملين يقولوا له روح وانتصر وربها يدي لك نصرة وغلبة إلى آخره ياهوشفاط سأل ملك إسرائيل وقال له ثم قال ياهوشفاط لملك إسرائيل اسأل يوم عن كلام رب فجمع ملك إسرائيل الأنبياء ملك إسرائيل كان شرير وجمع الأنبياء اللي هو كانوا ملتفين حواليه وهم أنبياء كذبة نحو أربعمائة رجل وقال لهم أذهب إلى رمودج العهد للقتال أم أم تنى أروح الحرب ولا مروحش فقالوا اسعد فأدفعها السيد ليد الملك روح والرب هيدفعها ليدك فقال ياهوشفاط الشفاط كان عنده غالبا سنس روحي وروح تمييز حس أنه هؤلاء يعني كلهم كذبين فقال ياهوشفاط لملك إسرائيل أما يوجد هنا بعد نبي للرب فنسأل منه هل في نبي موجود الأنبياء دول كلهم أنا حاس أنهم في شينك هل في فعلا نبي حقيقي للرب موجود نقدر نسأله فقال ملك إسرائيل ياهوشفاط أنه يوجد بعد رجل واحد لسؤال الرب به ولكني أبغض لأنه لا يتنبأ علي خيرا بل شرا ويوجد رجل كئيب كلما يتنبأ علي يتنبأ علي شر وهو ميخا بن يملى فقال ياهوشفاط لا يقل الملك هكذا فدعى ملك إسرائيل خصيا وقال اسرع إلي بميخا بن يملى وأما الرسل الذين ذه أما رسول الذي ذهب ليدعو ميخا بعطوله رسول قالوله تعالى عشان الملك عايزك فالرسول دوان لما راح يجيبه وأما رسول الذي ذهب ليدعو ميخا فكلمه قائلا هو ذا كلام جميع الأنبياء بفم واحد خير للملك بقولك إيه كل الأنبياء اللي اتنبأوا النهاردة قبليك اتنبأوا بخير للملك كويس فليكن كلامك مثل كلام واحد منهم عايزين كلامك بقى يبقى زيهم بالزبط ما يختلفش عنهم وتكلم الملك بالخير تقوله يروح للحرب وهينتصر مش عايزين رسالتك تكون مختلفة عن رسالتهم رسالتهم فقال ميخا حي هو الرب إنما يقوله للرب به أتكلم وده الفرق أن الأنبياء الكذبة كل ما يريد الملك أن يسمعوا إياه يسمعوا أما النبي الحقيقي فيتكلم فقط بكلام رب فيوجد أنبياء كذبة كثيرين لكن إزاي نميز ورب يسوع كمان نبهنا وقال أن يقوم أنبياء كذبة كثيرين أو كثيرون ويدلون كثيرين لكن كيف نميز بين النبي الحقيقي والنبي الكذب أو بنسميها The Biblical Test Of A True Prophet إيه هي الامتحانات الكتابية أو الاختبارات الكتابية اللي بيقدمها الكتاب المقدس لكي ما نعرف النبي الكاذب من النبي الحقيقي أول حاجة النبي الحقيقي دائما دائما يتكلم فقط باسم الرب ولما أقول باسم الرب ليس معناه هكذا قال رب لأنه ممكن حد يجي أقول هكذا قال رب لكن لما أقول باسم الرب أي بما يدفع الناس لعبادة الرب وحده بما يدفع الناس للتقرب إلى الله النبي الحقيقي النبي الكاذب يدفع الناس لتزديق الملك للخضوع للملك النبي الحقيقي دائما يدفع الناس نحو الله نحو الله رسالته رسالته هي أن يدفع الناس نحو شخص الرب وعش كده يقول لنا الكتاب في تسنية 13 إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما لأنه كان ربنا أوقات بيتكلم في القديم بالأحلام فإذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما وأعطاك آية عمل معجزة أو أعجوبة كبرهان على أنه صادق كويس ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها قائلا لنزهب وراء أليها أخرى لم تعرفها ونعبدها فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم يعني حتى لو عمل معجزة وتأكدت المعجزة والناس قالت أنه فعلا النبي حقي من رب لكنه قال هلما نعبد آلهة أخرى فلا تسمع له ليه لأن النبي اللي جاي من الرب يقود الناس للرب وليس لآلهة أخرى هو متكلم باسم الرب لأنه كذا قال رب الجنود إله إسرائيل لا تغشكم أنبياءكم الذين في وسطكم معرفوكم ولا تسمعوا لأحلامكم التي تتحلمونها لأنهم إنما يتنبؤون لكم باسمي بالكذب أنا لم أرسلهم يقول رب يبقى أول حاجة هو شخص يقود الناس إلى الرب لأنه يحمل رسالة الرب إذا كانت رسالة تشجيع فهي تشجع الناس على الاستمرار في الإيمان إذا كانت رسالة توبيخ فهي تشجع الناس على ترك الخطايا والرجوع بتوبة حقيقية إلى الرب لكن كمان النبي الحقيقي يتكلم بإعلان إلهي ووحي إلهي يعني كيف للنبي أن يعرف كلام الرب كيف للعالم الخارجي الوثني أنه يدعي أنه يعرف المستقبل النبي الحقيقي لا يستخدم السحر لأنبياء الكذا بيستخدمون السحر لكي ما يعرف المستقبل قراءة الفنجان رمي الوضع الكروت على فكرة كل حاجات النهاردة اللي ممكن تشوفها في التلفزيون وتعتقد أنها يعني طبيعية لما يجيلك حد كده على والتلفزيونات مثلا تجيب لك أنبياء وتجيب لك متنبئين بالمستقبل وتجيب لك واحدة طلعة بكروت في إيديها وتقول لك ويحصل كذا ده كلها أعمال شيطانية ده كله ليس كلام الرب ده كله كلام شيطاني طرق شيطانية النبي الحقيقي لا يستخدم السحر ولا العرافة ولا طرق شيطانية لمعرفة ما يقول الرب النبي الحقيقي يستقبل من الرب مباشرة كلمة الله بوضوح وبنقاء وعندما يتكلم بكلمة الله يتكلم بالثقة أنه هكذا قال رب الجنود حتى لو كان كلامه عكس كل الناس لكنه كلام حقي حاجة الثالثة النبي الحقيقي له أخلاقيات أسمى من النبي الكذاب النبي الكذاب دايما يسعى إلى إرضاء الناس دايما يسعى إلى إرضاء الملك دايما يسعى إلى المكسب المادي دايما يسعى إلى أمور شخصية هو لا يهم حياة الناس ولا يهم سلوكيات الناس ولا يهم أخلاق الناس النبي الحقيقي غير كده النبي الحقيقي يوبخ الخطيئة النبي الحقيقي يدعو إلى سلوكيات أسماء النبي الحقيقي يدعو إلى طاعة وصايا الله كويس النبي الحقيقي عنده صدق وأمانة ولا يبحث عن شهر أو مكسب مادي من وراء خدمته النبي المزيف يقول ما يردي الملك والناس وليس ما يردي الرب طيب حاجة الرابعة النبي الحقيقي عنده دعوة إلهية واضحة أنبياء الله عندهم دعوة إلهية واضحة الله دعاهم في لحظات في حياتهم الرب وجه إليهم دعوة شخصية دعوة شخصية النبوة ليست وظيفة النبوة ليست وظيفة يناله هالشخص بنفسه يعني أنا ما جيش كده في يوم الأيام وتطلع في دماغي أنه النهاردة أنا هابقى نبي لرب حتى في القديم لم تكن الأمور هكذا ولا يمكن أن يحصل عليها بشهادة يعني مثلا ما يروحش الجمعة وقسم من الجمعة اسمه قسم النبوة ويتخرج حاصل على شهادة نبي وهي ليست بالوراثة فليس لأن أبي مثلا النبي أنا يبقى هابقى نبي لا أمر مختلف الأمر له علاقة بدعوة الله مباشرة لرجاله ولرسله فقال الرب أنا يقول هنا في صفر عموس عموس بيكلم عن دعوة الله في يقول فأجاب عموس وقال فأجاب عموس وقال لأمصية لست أنا نبيا يعني أنا شغلينت العادية مش نبي أنا أنا أمالينت بتنبئ ليه لأن ربنا دعاني هي دي النقطة لست أنا نبيا ولا ابن نبي أنا مخدتاش بالوراثة بل أنا راعي وجاني جميز فأخذاني الرب هنا الدعوة الإلهية فأخذاني الرب من وراء الضأن وقال لي الرب اذهب تنبأ لشعب إسرائيل فأنا ما أقوم به هو دعوة إلهية مباشرة من الرب كل نبي وزي ما أرينا عن أيضا أرمية فكانت كلمة الرب إليها قائلا قبل ما صورتك في البطن عرفتك وقبل ما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبيا للشعوب هكذا يدعو الله أنبيائه النبي الحقيقي مؤيد بالآيات والمعجزات وليس كل الأنبياء فعلوا آيات ومعجزات لكن إذا هناك احتياج فالنبي الحقيقي يستطيع أن يفعل آيات لكن ليس كل الأنبياء أعملوا معجزات موسى الرب أيده بالآيات والمعجزات يشوع الرب أيده بالآيات والمعجزات سمويل الرب أيده بالآيات والمعجزات إليا إليشع الرب أيدهم بالآيات والمعجزات لكن ليس كل نبي في الكتاب المؤدس سجلت آياته ومعجزاته وليس كل نبي راح للناس سألهم أنا هعمل معجزات وآيات لكن إذا احتتم الأمر أن يبرهن عن رسالته وهناك احتياج للآية والمعجزة فالرب يستطيع أن يصنعها من خلال النبي نوسى اليشوع سمويل إليا اليشع كل هؤلاء صنعوا آيات ومعجزات النبي الحقيقي أيضا تتفق رسالته مع أعلانات الله السابقة يعني ما يجيش واحد يلغي أعلانات الله السابقة النبي الحقيقي تبنى رسالته على أعلانات الله السابقة فالله لا يغير كلامه ولا يبدل كلامه ولا ينسخ كلامه ما عندناش الموضوع ده ما قاله موسى يأتي اليشع أو يأتي إشعياء بعد موسى بأكتر من سبعمائة سنة ويؤكد كلام موسى الذي قاله موسى عبد الرب أشعياء لا يستطيع أن يتعارض مع وصية واحدة من وصايا النموس التي سجلها نبي الرب موسى ولا يمكن لرسالته أن تتعارض مع ما قاله من قبله موسى وليشع وصمويل وداود إلى آخر من الأنبياء مش كده ما يجلناش واحد بعد ستمائة سنة بعدما ختم الرب يسوع كل الأمور وقال إنه من يأتي بعدي هم أنبياء كذبة يجي لنا واحد ويعارض وينقض كل ما قيل من قبل من أحداث تاريخية ومن معاملات الله مع شعبه عش كده لو خدنا من ملاخي ورجعنا نجد أنه رسالة ملاخي كآخر سفر في الكتاب المعدس من رسالة ملاخي ورجوعا رجوعا رجوعا لها تتماشى كلها مع كل الإعلانات الألهية من سفر التكوين إلى ملاخي وحتى لما جي العهد الجديد لم ينقض ولم يتعارض هو قدم مفهوم وبعد روحي جميل لوصايا العهد الأديم لم ينقضها عش كده لا يمكن أن تتعارض رسالة النبي مع ما علنه الله من قبل ولا يمكن أن رسالة نبي تنسخ رسالة نبي آخر أتى من قبله النبي الحقيقي يؤكد التاريخ صدق رسالته إزاي؟ آه النبي الحقيقي الأيام والأحداث تؤكد صدق رسالته خلينا والتحقيق النبوات برهان على أن النبي الذي أعلنها نبي حقيقي عش كده كان رسول الإسلام أسكى لما طلبوا منه آيات قال لهم آيات لا يمكن أبدا إثبتها ولا يمكن الإنسان أن يستطيع أن يثبتها شوفوا هنا يقول الكتاب عن هذا الموحدث في تلك السنة في ابتداء ملق صدقية ملك يهوزة في السنة الربيعة في الشهر الخامس أن حنانيا بن عزرة النبي الذي من جبعون كلمني كلم أرميا النبي في بيت الرب أمام الكهنة وكل الشعب قائلا هكذا تكلم الرب الجنود إله إسرائيل قائلا قد كسرت نير ملك بابل في سنتين من الزمان أرد إلى هذا الموضوع كل أنية بيت الرب التي أخذها نبو خزناصر ملك بابل من هذا الموضوع ودهب بها البابل ده نبي كاذب جاء قال أنه خلال سنتين كل حاجة هترجع طبيعي وكل الأنية اللي أخذها ملك بابل هترجع مرة تانية إلى إيه إلى أرشالين ده نبي كاذب أن الرب أعلن على اللسان أرميا أنه مش قبل سبعين سنة فعادت خمساشر فقال أرميا النبي لحنانيا النبي اسمع يا حنانيا إن الرب لم يرسلك وأنت قد جعلت هذا الشعب يتكل على الكذب لذلك هكذا قال رب هنذا طاردك عن وجه الأرض هذه السنة تموت لأنك تكلمت بعصيا على الرب فمات حنانيا النبي في تلك السنة في الشهر السابع يعني ما قاله أرميا تم تاريخيا ومات حنانيا في الشهر السابع فما حدث يؤكد على أن أرميا هو نبي للرب حقيقة رسالة النبي الحقيقي ترتقي أيضا بسلوكيات الناس بسلوكياتهم هذه الرسالة لا تدعو للعنف ولا تدعو للقتل ولا تدعو إلى ملكات اليمين ولا تدعو إلى اتجارة بالسبايا ولا تدعو إلى رفض كل من يختلف عنك واحتقارهم وقتلهم وسبيهم إن أمكن هي رسالة لا تعظم لا تعظم العنف هي رسالة حق هي رسالة صدق هي رسالة محبة أن ترتقي بسلوكيات الناس وكلنا نعلم أن الإسلام لا يمكن أبدا أن يرتقي بسلوكيات الناس ورسالة الإسلام لا يمكن أبدا أن تكون رسالة ارتقاء بسلوكيات الناس خلينا عدي النقطة دي وروح إلى الجزء المهم لماذا سجل الكتاب المقدس أخطاء الأنبياء طب ليه؟ إيه الحكمة؟ الحكمة الحكمة من وراء هذا لماذا اهتم الكتاب المقدس بتسجيل سقطات الأنبياء وأخطائهم؟ قبل أن نسمع الجزء دخليني أسمع الفيديو رقم أربعة وهو بيتهم الكتاب المقدس وبيتهم أنبياء الكتاب المقدس شوف الفيديو رقم أربعة فيما يخص أخلاق الأنبياء فإن النصارى لا يشترطون شيئا فيما يخص الأخلاق ويقولون أن النبي قد يكون من أحط الناس خلقا أنا مش عارف مين النصارى اللي أنت بتستشيرهم دول مين جاب لك أنه الأنبياء ممكن يكونوا أقل الناس خلقا أنت بتفتري على فكرة على الكتاب المقدس أنت بتجذب أنت ما تقولش الصدق مين قال مين هم أقل الناس خلقا اللي ربنا دعاهم وجعلهم أنبياء هم ليهم سقطاتهم لكن أنت جيبت المعلومة دي منين لكن لماذا احتمل الكتاب المقدس بتسجيل سقطات الأنبياء وخطاياهم أولا لأن الكتاب المقدس كتاب صادق وأمين ولما أتكلم عن الصدق والأمانة أنه الكتاب المقدس لا ينفي ولا يخفي خطايا الإنسان مهما كان مركزه مش ممكن من أول إنسان لآخر إنسان في الكتاب المقدس الكتاب المقدس ذكر لنا ضعفاته ذكر لنا نقط قوته وهنا لنا مثال مثال لإنسان حقيقي الرب دعاه ليه سقطاته أيوة وسقط لكنه تاب ورجع الكتاب المقدس صادق وأمين في كل ما يسجله لنا ولا يخفي أبدا خطايا الإنسان مهما كان مركزه مش لأن نبي الكتاب يتغادى عن خطاياه وعن ضعفاته يسجل الكتاب المقدس الواقع كما حدث دون تجميل أو تحريف ثانيا الكتاب المقدس يؤكد أن هؤلاء الأشخاص أشخاص حقيقيين عاشوا في ظروف وتحديات مثلنا فلما انتصروا بإيمانهم لنا في انتصارهم مثال نحتزي به ولما سقطوا في ضعفاتهم لنا أيضا مثال أيضا نحترس منه فلكي لا نسقط كما سقطوا شخصيات حقيقية وليست شخصيات وهمية عايشة في برج عالي دون أن تواجه تحديات أو مخاطر أو تجارب أو ألام داود أيضا خلين اتصاب الثالث ليؤكد الكتاب المقدس قداسة الله وأن الله يدين الخطيئة مهما كان فاعلها حتى لو كان فاعلها هو موسى فلم يدخل الأرض كنعان حتى لو كان فاعل الخطيئة هو داود الذي وصف الرب بأناه بحسب قلبه ورب غفر له لكنه أيضا عكب لم يفارق السيف في بيته قداسة الله الله لا يتهاوى مع الخطيئة ولا يجمّل خطايا أنبيائه ولا ينفيها ولا يلغيها ولا يسترها ربيعا كل ما كتب كتب من أجل تعلمنا نحن عشان نقدر نتعلم نتجنب أخطائهم كما نتمثل بهم في الأمور الحسنة لأن كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء بالصبر والتعزية نعرف تحدياتهم نعرف حياتهم مشاكلهم الظروف اللي مروا فيها كتب من أجل تعليمنا كل ما كتب كتب من أجل تعليمنا خامسا لكي نتطلع إلى الكامل والقدوس الوحيد شخص رب يسوع المسيح الجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد لكن هناك من أتى في العهد القديم كانوا ينظروا إليه على أنه سيأتي المسيح لكنه قد أتى في ملء زمان الذي استطاع أن يقف أمام كل الجموع ويقول لهم من منكم يبكتني على خطيئة القدوس البار الذي لم يوجد في فمه غش عاش حياة القداسة قال أنا هو نور العالم قال أنا هو الحياة أنا هو القيامة لم يستطع أحد أن يوجه إليه تهمة واحدة حقيقية اتهمة ظلما من خلال شهود زور لكن حياته تشهد له لم يشتهي لم يقتل لم يحتقر لم يرفض لم يقتل إنسانا لم ينتقم من إنسانا لم يشتهي إمرأة لم يأخذ مالا من أحد لم يفرد إتاوة على أحد ده المسيح لم يغزو أحدا لم يحارب بلدا ده يسوع المسيح لكي نتطلع إلى الكامل والقدوس الوحيد شخص رب يسوع الوحيد الذي قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم ده المسيح فعش كده لما نبص إلى كل الشخصيات نجد موسى بضعفه نجد نوح بضعفي نجد إبراهيم بضعفي نجد سامويل بضعفي نجد داود بضعفي نجد سليمان بضعفي نجد ضعف كل هؤلاء وعلى فكر الكتاب المؤدس لا لا يفرق بين خطية وخطية فالخطايا في نظر الله هي واحدة قد يكون تأثيرها على المجتمع مختلف لكن الخطية خاطئة جدا كل الخطايا هي خاطئة جدا عش كده الفيديو رقم خمسة فيه اتهام يقول لك إزاي واحد نبي يشرك بالله قلنا نسمع الفيديو رقم خمسة نرجع مع الله عليه وقوع النبي في الكفر والشرك بالله وأحب الملك السليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون مؤبيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه ققلب داود أبي فذهب سليمان وراء عشتروث إلهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبي طيب الغلط في كده إن سليمان بدأ حياته صح وأنها غلط ولما بدأ حياته صح الرب كتستخدمه ولما أنهاها غلط الرب لم يستخدمه بل بالعكس الرب أتى بالدينونة عليه وعلى بيته وعلى المملكة كلها إيه اللي غلط في كده لا يعيب الكتاب المؤدس إنه يسجل لنا خطية سليمان وبعدين لو كنت أريت حضرتك ودرست أكتر كنت تعرف إنه حتى سليمان في خطيتي هذا يعتبر سفر الجامعة هو نهاية حياة سليمان اللي فيه بيلخص حياته كلها واللي فيه أيضا بيعلن توبته ورجوعه لا يعيب الكتاب المؤدس هذا الأمر طيب أنا عندي لك كذا سؤال يا جناب الداعية ممكن حضرتك تعمل لنا كذا حلقة تجاوبنا عليهم براحتك هل أخطأ نبي الإسلام أم لم يخطئ ماذا عن خطايا رسول الإسلام ماذا عن خطايا رسول الإسلام طبعا هيقول لي لا خطايا هناك فرق بين الخطايا الكبائر والخطايا الصغائر أنا عايزك تجاوبني على السؤال الآتي هل امتدح رسول الإسلام ألهة قريش الوثنية أم لم يمتدحها أليس هذا هو شرك بالله وبعد عن الله أم أنهم جملة أتقول لي جبت كلام ده منين أقول لك قال ابن عباس والمفسرون المسلمون لما رأى محمد تولي قومه عنه وشق عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به من الله تمنى في نفسي أن يأتيه من الله ما يقارب بينه وبين قومه لحرسي على إيمانهم فكان يوما في مجلس لقريش فأنزل الله سورة النجم فقرأها محمد حتى بلغ أفرأيتم اللاتي والعزا ومنات الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه مكان يحدث به نفسه ويتمناه وهو تلك الغرانيك العلى وإن شفاعتهن لترتجى فلما سمعت قريش ذلك فرحوا به ومضى محمد في قراءته فقرأ السورة كلها وسجد في آخرها المسلمين بسجوده أليس هذا شركا؟ جاوبنا على السؤال وكيف لنبي أن يلقي الشيطان عليه آية قرآنية؟ عايزينك بقى تجاوبنا ماذا عن خطايا رسول الإسلام؟ هل هذا شرك؟ حاجة تانية رسول الإسلام يأخذ زينب زوجة ابنه زيد بدافع الشهوة ماذا تسمي هذه؟ طبعا كل حاجة ربنا بيبيحها مدام للنبي ربنا يبيح هذه الأمور ويحللها مفيش مشكلة لكن عايزك تخرج من إطار الإطار الإسلامي وتفكر فيها بعقلك ماذا لو رجل اليوم يجبر يجبر ابنه حتى لو كان بالتبني أن يطلق امرأته ليتخذها هو لنفسه زوجة سيبك من ربنا دلوقتي والتبريرات الإلهية اللي ملهاش أي معنى ولا قيمة جاوبني عليها هل هذه خطيئة أم أم ليست خطيئة؟ طيب هل ارتكب رسول الإسلام القتل؟ هل قتل أحدا؟ هل انتقم من أحدا؟ يعني داود قتل أوريال حثي ولم يرفع سيفه ليقتل أوريال حثي لا 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 يعني داود ما خدش سيفه ورح غزه في بطنه وأتله داود خل حد وشخص آخر يتسبب في قتله أول ما تبدأ الحرب وتكون شديدة حطوه في المواجهة فيقتل حطوه وما تدفعوش عنه ارجعوا أنتوا الوراء ماذا عن رسول الإسلام؟ رسول الإسلام قتل كل من قاومه أرسل عمير بن عديل ليقتل عصماء بنت مروان لأنها زمته كما النهر أرسل سالم بن عمير إلى أبي عفك اليهودي ليختاله وقان قد بلغ من العمر مية وعشرين سنة أنا مفريش معايا حياة محمد لأنه بحسب إيمان المسيح وبحسب كل المسيحيين أي نبي هيأتي بعد المسيح ليس هو نبي الحقيقي لكن أنا بحط بس معايير أنت بتحطها وبمتحنك عليها الكتاب مؤدي الصادق وعندما يسجل لنا حياة الأنبياء مهما كانت عظمة حياتهم ومهما كان من أفعال عظيمة صنعوها باسم الرب لكن هذا لا يبرر أبدا التسطر على خطاياهم أو تجميل ضعفاتهم أو أنهم الكتاب المؤدس يصمت ولا يسجل لنا أعمال شنيعة عملوها نحن لا نؤمن بعصمة الأشخاص نحن نؤمن بعصمة المكتوب وعصمة الرسالة هذا هو إيماننا لا يعيب الكتاب أنه يسجل لنا بأمانة كل هذه الضعفات بل بالعكس نحن نتعلم من ضعفاتهم لكي لا نسقط نحن أيضا فيها كما نتعلم من إيمانهم لكي نتشدد مثلهم ده إيماننا المسيحي كلمة الله المعصومة من كل خطا إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم